أعلم البروفيشنال زي ما بتقولي أنا بقولي الكلام ده لأن يعني أنا عشت الأجواد قبل كده وياما مر علي في مشوار تاريخي مباريات بنبقى أوتوفورم يعني مش فيه مش في حالنا المباريات دي بتفوقنا جدا المباريات دي بتشد مننا كويس أو ده اللي بتكلم عليه أن حتى مسلماني من خلال ردوده في المؤتمر الصحفي هو ما بيعلق الشمعات وجود جماهير كتير قال أنا راجل لازم أتعامل مع كل الظروف وجود حر الحر علي وعليه هو طبعا متعود على الحر ده هو تواخد على الأجواء دي وهو اللي طلب من المباريات لعب الساعة ثلاثة أثر شوية على أداء النادي الأهلي أكيد لكن كل ده مش هنقول نحن لعبنا واحدش عشان كده لا فيه أخطاء طبعا في التشكيل في التغييرات في بعض متوقع التشكيل ده؟ لا ما كنتش متوقع التشكيل دوت كنا متوقعين تشكيل تاني لكن تأتي دايما وزي ما بقول بيكون المدير الفني لي رؤية فنية لمباراة والسيناريو حاطت سيناريو معين وواضح جدا النهاردة كان يعني التخيل بتاع مسلماني مش على مجاش في أرض الملعب كان متخيل شكل تاني طريقة اللعب كان ممكن تختلف شوية الضغط من قدام كان ممكن يجيب فعالية لكن احنا بنقول كل ده بعد المباراة قبل المباراة سيناريو كذا سيناريو بيرتبوا المسلماني من خلال التدريبات من خلال رؤيته للعيبة من خلال فكره المباراة هتمشي زي وكل ده ممكن يتغير داخل الملعب ظروف الملعب جي فينا جون في وقت برضو مش حلوة ادى ثقة للعيبة سيمبا اللي ظهرت بمستوى عالي وخلينا اقول زي واتكلمنا هنا في البيت الكبيرة سام ان فرق سيمبا فرق كويس يعني لو اديتي له مساحة وديتي له وقت اكيد هيتصرف بشكل كويس فكل ده احتراما طبعا لجمهير النادي الاهلي بتوارج علينا مش احنا بنقولش يعني اعذار الاعذار طبعا في كورة القدم جزء منها مقبول وجزء منها غير مقبول لكن الاهم من ده ان هذه المباراة ان شاء الله باذن الله هي باذن الله اللي هتوصل النادي الاهلي للمشوار لان مشوار طويل ومشوار صعب ان شاء الله نوصل للمباراة النهاية ونحقق النجمة العاشرة كمان على مستوى التحكيم بعض الناس بتتكلم ودي جزئية لنا حق فيها الحكم يمكن في اخر المباراة كلنا تابعنا المباراة اللعيبة بتقع كتير جدا خلاص بتستهلك وقت وده شيء ممكن وارد في الكورة شرعي لكن ان الحكم يدى اربع دقايق وبعد ما يعني في الوقت البدل الضائع حارس المرمى وقع عدله بالتعادئتين ثلاثة انا بقول كده مش اعظال لكن انت عارف النادي الاهلي دايما والنادي الاهلي اخر خمس دقيقة متفوق جدا وبدأنا نروح وبدأنا نضيع وبدأنا قريبين من التعادل فحتى الكابتن سيد عبد الحفيز وبعد اللعيبة الكابتن الشناوي راحوا تكلموا مع الحكم اتكلموا عليه يعني هل الاربع دقايق كان مفروض على الال كمان يزود دقتين ثلاثة مش عشان دية تقولك او لو زود دقتين ثلاثة هتجيبه جل اه ممكن نجيب دول يعني لان احنا احنا كنا مقربين فخلينا نتكلم بكل امانة مباراة وعدت ان شاء الله نقفل تاني زي ما بنقول لما بنفرح كتير قوي وناخد بطولة لازم بعدها بنقفل اكيد هنقفل على المباراة دية هناخد دروس منها والدروس المستفادة على المستوى المعنوي ان دية تبقى بوش بالنسبة لك تبقى دفع القدام بالنسبة لك تعرفك كمان ان البطولة الافريقية كله طمعان في النادي الاهلي لما بتلعب قدام النادي الاهلي بتقدي 100 و150 في المية ده النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي لازم يتعلمه ده النهاردة انك اي منافس هتقابله حتى على مستوى الاسماء مش منافس قوي لا ده هيقدي بشكل اكتر من رائح هيموت نفسه قدامك فده كمان صدقيني ان شاء الله باذن الله يكون درس مستفاد لتكملة المشوار اللي هو مشوار صعب جدا وان شاء الله كل التوفير لفرقتنا انت عارفة هم خلاص وانحنا بنتكلم دلوقتي هم موجودين في الطيارة ربنا يرجعهم بالسلامة باذن الله فهي نقطة مهمة جدا ان انا بتكلم ان احنا ان شاء الله دي مباراة للانطلاقة باذن الله للبطولة